اشتركوا في القناة 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 كان فيه تحدي الارهاب طبعا يعني التحدي الأكبر على الإطلاق ثم تحدي التلمية رغم كل التحديات اللي كانت موجودة قدام حضرتك لكن قبلت التحدي وشلت المسئولية كاملة على عاطق يطيبوا لي أن أتقدم إلى سياداتكم بخالص الشكر والتقدير لما لمسناه من إنجازاتنا على مدار عشر سنوات مضت على مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية ونمسين سيادتك قد تتعبت عشان تنعب البلد ديت أنا عايز أقول لك إني بحبك قوي وعايزك تفضل مكمل معانا تحملت الطعنة من كل فجن وصوت في صمت الأقوى غير عابق بأبواق الإفريق استطعت أن تعيد مصر إلى القرى الإفريقية استطعت أن تعيد مصر إلى أمتها العربية وخدت قرارات صعبة أنه ربنا يديك طلطل عمر ويخليك لنا ويثبت خطوك أنا شاهد فترة اللي فاتت فترة 12 سنين على تغير كبير تغير جريء في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغييراً غير مسبوك في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية الاهتمام بالمواطن المصري ده من أهم الإنجازات المشروع التنموي حضرتك وحشدت لي كل مؤسسات الدولة وإمكانياتها لتسريع التنمية وتجهيز مصر للانتقال للدولة المدنية الدموكرافية الحديثة واستطعت بمهارة ربان السفينة ومشرت جراح بارع أن تعالج تشوهات الماضي العطيق وفي نفس الوقت وبدون كلام أن تضع اللبنة الحقيقية للجمهورية الجديدة واشهر الله أن ما تحقق لم يتحقق من قبل ولكن كانت إرادة الله وتصميمك والشعب اللي كل وقف مراتك قلت أن العفي ما فيش حد هياكل لقمته في البداية كلنا كل مستغربين تسليح الجيش الفلوس اللي بتتصرف على الجيش دلوقتي بس عرفنا ليه نصرف على التسليح وعلى الجيش أظن دلوقتي بدأنا نفهم يعني يبعندك جيش وطني قوي جيش مستقر، جيش مش مقسب ما فيش حروب أهلية في البلد أحب أشكرك يا ريس على الأمان اللي تمت فيه البلاد بعد سنين صعيبة مرت بها مصر عيشنا مع سيادتك إنجازات مهمة جداً في حياتنا شفناها على الأرض الواقع شفنا إنجاز قوي جداً وهو إنهاء للعشوائيات أول كنت عادة في الدويقة هنا أول ما عرفت أني فيه هنا ملاعب مجانة وكده قدمت فيها وشاركت وبقتل عبطلات وبقتل القاهرة أول حاجة بدأتي بيها وبعدين جمهورية وبعدين منتخب قدرت كاس عالم كرة اليد في سنة 2021 جات في وقت الكوفيد والحمد لله قدرنا كلنا كشعب مصري نقف وننجح هذه البطولة نحن شايفين الخيادة السياسية هي فعلاً شغلها الشاغل عايزة تنجح مصر كنا نتحدث زائماً في الأهود السابقة عن عدم وجود عدالة في التوزيع ما بين المحافظات وما بين الطباقات ويأتي مشروع حياة كريمة ليصل في وقت واحد إلى جميع الفئات المهمشة قرى كانت محومة من الصرف الصحي من الكهرباء من الطرق من الوحدات الصحية يكفيني كمواطم مصري أن أعيش في أمن وأمان على الرغم من الصعوبات والتحديات ويكفيني كطبيب أن تشهد مصري هذه الطفرة الصحية غير مسبوقة من القضاء على فيروس سي والقضاء على قائم الانتزام أنا شاهد على تغير قوانين شاهد على تغير مشروعات الأرض تغير القوانين منها قانون المشروعات الصغيرة ده كان حلم لكل شاب أنه عنده يقدر زيعمل مشروعاته وأنا شاهد على التطور اللي حصل في قطاع البترول أن يحصل تطوير لجميع شركات البترول اللي هي ما تمدش إيد لها التطوير من السبعينات فتتطور قطاع العام ومنبعش أي خطوة ولا نصفي أي شركة من شركات قطاع العام شاهد أيضاً على تطور التعليم الفني اللي كان دايماً بيقال عليه إنه مخبرة للطلبة أصبح أكبر نقطة جادبة للطلبة مصر كلها تحولت رقمياً بفضل رؤية وضعت وتم تنفذها بسرعة وبقوة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لما عدت علينا ظروف الكورونا الصعبة الناس اكتشفت إن عندنا بنية تحتية ممكن تستخدم في التعليم عن بعض الناس اكتشفت إن عندنا قدرة إننا نعمل مدفوعات رقمية مدينة الأدوية، الصناعات الكيميائية، عيادة الاعتبار وأحياء وصناعة الغزل ونسيج وزراعة القط طولاً وحداً لا يمكن لك أن تنمي بشراً دون أن يكون لديك حجراً حجراً بمعنى أن يكون عندك طريق كبري مدرسة مستشفى وبعد كده ييجي التنمية البشرية بقيت أروح شغلي بشكل طبيعي جداً وبقدر إن أنا أساوي ما بين شغلي وبيتي في الأول كنت بسافر أربع ساعات ونص دلوقتي في ساعتين ونص بكون في قلب الصعيد اهتمام سياداتكم بصعيد مصر وبقرى مصر وبصحة المصريين وبالمرأة المصرية أحب أشكرك يا ريس لأن أنا عندي ابن استفاد وأخذ شقة بمساكن الشباب اللي حضرتكم بلتوها شكراً يا ريس على المدن الجديدة اللي حضرتك عملتها اللي وفرت شقة لينا ووفرت شغل كتير لناس وأنا شخصياً وجفت عن الشغل في 2020 في وقت الكورونا لكن بتوجيهات حضرتك استفدت من منظومة العمالة الغير منتظمة اللي أثر فيي مش بس الإصلاح الاقتصادي مش بس شجاعة القرار ولكن الحزمة الاجتماعية اللي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية أنا بشكر ربنا من أجل بلدنا شكراً لك يا سيد الرئيس على معاش تكافر وكرامة ده ساعدني في تعليم أولادي كل الشكر والتقدير في خامة الرئيس على المجهود المدني الذي بدلتمه في الحفاظ على القضية الفلسطينية وبالتوازي الحفاظ على أمننا القومي ومنع تهجير الفلسطينيين والحفاظ على تراب سيناء الحبيب إحنا في موضوع أهل غزة إمعاك 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 إحنا نقوله يا جبل مهدك الريح أنت ما دامت على الحق لا تخاف موضوع غزة دي إدعمهم بكل ما أتيت من جوه خد من جوتنا وإدئوه ما توفقش يا ريس على الضغوطات أنا شخصياً بدعم سياداتكم سياسياً خصوصاً تحت الضغوط السياسية اللي بتعرض لها من العالم كله وإلا لم يكن له لازمة كل اللي إحنا عملناه من قبل سنة وستين لغاية دلوقتي في سيناء وبعدين كانت ترخيرك أنك إنت وقفة وقفة النهاردة بتحارب إيه؟ ما إنتك بتحارب كو عظمى وقفتك ضدهم أثبتت أن أنت مصري أصيل وقفت رئيس الجمهورية بيعلم إن شأن بلده أنا سمعت قضرتك أن أنت برعت بحملتك بأهل غزة وقفنا لتبرع معاك قرار حضرتك بإعلاج الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية هذا القرار أسلك صدرنا ونفضل دعمين بقرارات السياسية لحريك خطاء دعمين لأهلنا في غزة والكامل وإحنا معاك وفي ظهرك وربنا قوي ونحن في كل لحظة نفوت سيادتك في الحفاظ على الأمن القومي المصري وبدعيلك بالتوفيق وبشكرك يا ريس على دعمك لأهلنا واخوتنا في فلسطين وغزة وإن شاء الله تستمر وتكمل المشوار إحنا معاك لنعمك وبنقولك كم دعمك لغزة مهم يا ريس إن شاء الله اللي جاي أحلب كتير أتمنى أن كل واحد فينا في البلد دي يبذل أخصى جهد في مجاله وبإسمي وبإسم كل مصري وعاهد سيادتكم على بذل مزيد من الجهد والعمل وفي صف واحد دعموا ومستعدون لبدل الغالي والنفيس نسق في أنك قادر على استكمال بناء بمورية الجديدة وربنا يبرك لنا فيك وربنا يأويك وإحنا معاك يا ريس أنا بأيدك قلباً وقالباً ربنا سبحانه تعالى هيوفاك وحكريمك وإن شاء الله وإحنا معاك شكراً يا ريس على كل الحاجات اللي عملتها لمصر